في بريطانيا حقق حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون فوزا وصف بالتاريخي في انتخابات هارت البول وانتخبت المرشحة المحافظة جيل مورتمر نائبة عن الحزب للمرة الأولى منذ أكثر من خمسين عاما في المعقل العملي شمال شرقي البلاد وفازت مورتمر بنحو ضعفي الأصوات التي كانت حصل عليها منافسها من حزب العمال بول وليمز وينضب أننا من لندن مرأسون جيابة وصفية جياب أي مؤشر اليوم لهذا الفوز الساحق في معقل حزب العمال كيف سيستفيد منه بوريس جونسون هو الذي يتجه للخروج من سنة كانت ألمت بكثير من الأزمات حكومته نعم في أول تعليق له رئيس الوزراء البريطاني وزعيم حزب المحافظين بوريس جونسون قال إن نهج الذي اتخذته الحكومة في التعاطي مع وباء كورونا ومرحلة ما بعد انتهاء الوباء التي تتحضر لها الحكومة البريطانية ناجحة وانعكست على نتائج هذه الانتخابات يعني كان في حالة احتفالية انصح التعبير رئيس الوزراء الذي سافر إلى هذه الدائرة الانتخابية واحتفى بالعضوة والنائبة الجديدة في مجلس العموم عن هذه المنطقة والتي لم تحلم يعني حزب المحافظين أن يحصل بهذه النسبة بشكل كبير لطالما كانت معقلا لحزب العمال منذ عام 1974 أيضا في تعليقه على الانتخابات المحلية في كل من إنجلترا لاختيار من الجالس المحلية وأيضا اسكتلندا وويلز قال رئيس الوزراء أن النتائج التي ما زال الفرز جاريا حتى هذه اللحظة النتائج مبشرة لحزب المحافظين هناك تقدم هذا ما قاله رئيس الوزراء في تعليق زعيم حزب المعارضة الذي خرج من منزله لم يعلق بكلمة واحدة أمام الصحفيين ولكن عددا من قيادات حزب العمال طالبت كيرستايرمر زعيم حزب العمال المعارض بأن يراجع سياساته بعد هذه النكسة الكبيرة في الدائرة الانتخابية التي خسرتها أو خسرها حزب العمال هناك من قال أنه من المبكر الحكم على زعيم الحزب والمطالبة باستقالاته حيث كانت هناك خرجت بعض الأصوات تطالب بتنحيه لفشله في أن يحشد الدعم وراء حزب العمال الذي واجه انكسارة كبيرة جدا في الانتخابات العامة المبكرة والتي جاءت برئيس الوزراء زعيم حزب المحافظين بوريس جونسون على سدة الحكم السياسي هنا في بريطانيا أيضا الكل ينتظر نتائج انتخابات البرلمان المحلي في اسكتلندا إذا ما كان ستحدد أو تحصل نيكولا سترجن على الأغلبية لتؤهلها لأن تقوم بتلبية وعودها الانتخابية بالذهاب لاستفتاء آخر عن الانفصال عن المملكة مراسونا جياب أبو صفية مباشرة من لندن